هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالكامل بعد الهجوم الذي شنته عليها إيران وقال بايدن في مستهل اجتماع في البيت الأبيض حول إدارة الأضرار الناجمة عن الإعصار هيلن أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالكامل مؤكدا أن المناقشات مستمرة مع إسرائيل بشأن الرد وأنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أمس لكنه ينوي فعل ذلك